بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحبكم أبناء الطلاب الصف الثاني تأهيلي في مادة الرياضيات لمعاهد وبرامج التربية الفكرية حياكم الله في درسنا لهذا اليوم وإن شاء الله سوف يكون إثراءات لما سبق دراسته في المواضيع السابقة استخدام المكايل المعيارية بشكل وظيفي ما هي المكايل المعيارية وما هو المكايل المعياري إذن أبناء الطلاب المكايل هو وعاء كما تشاهدون وعاء ذو سعة معينة يستخدم لكيل المواد السائلة وكذلك المواد الجافة إذن هو وعاء يستخدم لكيل المواد السائلة وكذلك المواد الجافة كما تشاهدون لدينا هنا بعض أنواع المكايل المعيارية إذن هذه صورة بناء الطلاب كما تشاهدون مجموعة من المكايل المعيارية كما تشاهدون لدينا الملعقة وكذلك الأكواب وكما تشاهدون أيضا هذه المكايل المعيارية ذات القياسات التي أمامنا وكما تشاهد هذا هو أحد أنواع المكايل المعيارية الموجودة في الصورة أيضا إذن هذه المكايل المعيارية بناء الطلاب تستخدم لكيل المواد السائلة وكذلك المواد الجافة لمعرفة المقادير التي نحتاجها في النشاط الأول بناء الطلاب كما تشاهدون لدينا هنا يتبع محمد نظاما غذائيا صحيا يتطلب منه شرب ثمانية أكواب من الماء في اليوم ساعده في اختيار المكيال الصحيح بوضع علامة صح تحت الإجابة الصحيحة ما هو المكيال المستخدم في هذه الصور بناء الطلاب ما هو المكيال المستخدم في هذا النشاط إذن المكيال المستخدم هو الكوب إذن الكوب بناء الطلاب هو نوع من أنواع المكايل المعيارية إذن الكوب نوع من أنواع المكايل المعيارية إذن المكيال المستخدم في هذا النشاط بناء الطلاب هو كما تشاهدون الكوب إذن الكوب نوع من أنواع المكايل المعيارية وكما ذكرنا يستخدم الكيل المواد السائلة مثل ماذا المواد السائلة؟ أحسنتم مثل الماء وأيضا الحليب وكذلك العصير إذن هذه المواد السائلة كما تشاهدنا هنا الماء والمواد الجافة مثل الحبوب والقبح وغيرها إذن نقوم بحل هذا النشاط بناء الطلاب إذن يتبع محمد نظاما غذائيا صحيا يتطلب منه شرب ثمانية أكواب إذن يتطلب منه شرب ثمانية أكواب من الماء في اليوم ساعدوا في اختيار المكايل الصحيح بوضع علامة صح تحت الإجابة الصحيحة إذن كما تشاهدون بناء الطلاب نقوم بعد المكايل ومن ثم نتعرف على المكايل المطلوبة استخدامها في هذا النشاط إذن لدينا هنا بناء الطلاب في الصور الأولى الكوب الأول وهنا الكوب الثاني وهنا الكوب الثالث وهنا الكوب الرابع إذن لديه هنا أربعة أكواب المطلوب ثمانية أكواب إذن المطلوب بناء الطلاب كما تشاهدون هنا ثمانية أكواب نقوم بعد المكايل في الصورة الثانية إذن نقوم بعد المكايل هنا في الصورة الثانية مكال الأول الثاني ثالث الرابع مكال الخامس السادس السابع إذن وصلنا هنا إلى ثمانية أكواب إذن بطلوب من محمد شرب ثمانية أكواب أين نجد الثمانية أكواب هنا أحسنتم إذن كما تشاهدون لديه هنا ثمانية أكواب نقوم بعد الأكواب أحسنتم كوب الأول كوب الثاني ومن ثم الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن إذن لديه هنا ثمانية أكواب إذن نقوم بوضع علامة صح تحت الإجابة الصحيحة إذن نستخدم محمد ثمانية أكواب أيضا ننصح بناء الطلاب بشرب الماء على مدار اليوم إذن نتطلب من محمد نظام غذائيا صحيا نظام الغذائي الصحي يتطلب أبناء الطلاب دائما شرب الماء إذن نتبع محمد نظام غذائي صحي يتطلب منه شرب ثمانية أكواب إذن كما تشاهدون بأبناء الطلاب لديه هنا ثمانية أكواب قمنا بوضع علامة صح تحت الإجابة الصحيحة لهذا النشاط ننتقل للنشاط الثاني النشاط الثاني في الكتابة مدرسة أبناء الطلاب نقرأ هذا النشاط تجهز هند مقادير لعمل كعك يتطلب ثلاث ملاعق ونصف أي شباب إذن يتطلب ثلاث ملاعق ونصف الملعقة من السكر ساعدها في اختيار المكيال الصحيح بوضع علامة صح تحت الصورة ما هو المكيال المستخدم في هذا النشاط ما هو المكيال المستخدم في هذا النشاط نتعرف على المكيال من خلال الصورة حسنتم إذن المكيال المستخدم بناء الطلاب في هذا النشاط هو الملعقة إذن المكيال المستخدم بناء الطلاب في هذا النشاط هو الملعقة إذن الملعقة أحد أنواع المكيال المعيارية إذن الملعقة من المكيال المعيارية إذن نقرأ النشاط مرة أخرى تجهز هند مقادير لعمل كعك يتطلب ثلاث ملاعق ونصف من السكر ساعدها في اختيار المكيال الصحيح بوضع علامة صح تحت الصورة إذن نشاهد الصورة الأولى بناء الطلاب نقوم بعد الملاعق الموجودة وكذلك كمية السكر إذن كما تشاهدون لديه هنا الملعقة الأولى كمية السكر كاملة الملعقة الثانية كما تشاهدون أيضا كمية كاملة من السكر والملعقة الرابعة نصف الكمية إذن كما تشاهدون لديه هنا ملعقة ملعقتان ثلاث ملاعق ولديه هنا نصف ملعقة من السكر إذن لديه هنا ثلاث ملاعق ونصف الملعقة الأولى ملعقة الثانية ملعقة الثالثة والملعقة الأخيرة كما تشاهدون نصف الكمية إذن لديه هنا ثلاث ملاعق ونصف إذن الإجابة الصحيحة نقوم بوضع علامة صح على الإجابة الصحيحة إذن يتطلب ثلاث ملاعق ونصف ملعقة ملعقتان ثلاث ملاعق ونصف الملعقة الرابعة كما تشاهدون نصف الكمية إذن كما تشاهدون في الصورة لدي الملعقة الأولى ممتلئة وأيضا الملعقة الثانية ممتلئة بالسكر وكذلك الملعقة الثالثة كمية كاملة والملعقة الأخيرة نصف الكمية إذن مطلوب ثلاث ملاعق نقوم بعدها ملعقة ملعقتان ثلاث ملاعق ونصف الملعقة الأخيرة إذن لديها هنا ثلاث ملاعق ونصف الصورة الثانية ملعقة ملعقتان ثلاث ملاعق إذن مطلوب ثلاث ملاعق ونصف والمكيالة مستخدمة بين الطلاب هنا الملعقة أحسنتم إذن الملعقة هي المكيالة مستخدمة في هذا النشاط النشاط الثالث تقوم بحل هذا النشاط ونتعرف أيضا على المكيالة المستخدمة في هذا النشاط إذن تعد والدة خالد شربة عدس وتحتاج هذا الشباب تحتاج إلى ماذا؟ أحسنتم تحتاج إلى أربع ملاعق تحتاج إلى أربع ملاعق عدس ساعدة في اختيار المكيال الصحيح ساعدة في اختيار المكيال الصحيح إذن كما تشاهدون في الصورة بناء الطلاب لدينا هنا المكيال الأول المكيال الثاني المكيال الثالث المكيال الرابع إذن لديه هنا أربع ملاعق من العدس والدتهم تحتاج إلى أربع ملاعق إذن الإجابة الصحيحة أحسنتم إذن هذه هي الإجابة الصحيحة نقوم بوضع علامة صحيح إذن تحتاج والدة خالد إلى أربع ملاعق إذن هذه الملعقة الأولى الملعقة الثانية الملعقة الثالثة الملعقة الرابعة تحتاج أربع ملاعق إذن تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى أربع ملاعق نقوم بعد الملاعق الملعقة الأولى الثانية الثالثة الرابعة وهذا هو المكيال المستخدمين الطلاب في هذا النشاط إذن هذا هو نوع من أنواع المكيل المستخدمة لكيل المواد الجافة ما هي المادة الجافة الموجودة لديه هنا أحسنتم العدس إذن المادة الجافة المطلوبة أو الموجودة في هذا النشاط هي العدس كما تشاهدون تحتاج وادة خالد أربع ملاعق عدس ساعدة في اختيار المكيال الصحيح إذن تعرفنا في هذا النشاط على نوع المكيال وكذلك الكمية التي تحتاجها والدة خالد أيضا يقوم لأمر الطالب هو أحد أفراد الأسرة بإعطاء الطالب مجموعة من المكايل الموجودة في المنزل كمثال لدينا هنا الملعقة تعرف الطالب على استخدام الملعقة وكذلك الكمية المطلوبة وأيضا الكوب أيضا نوع من أنواع المكايل المستخدمة وأيضا لدينا هذا المكيال المعيالي كما تشاهدونه مدرج ويستخدم أيضا لكيل المواد الجافة إذن هذه أبناء الطلاب مجموعة من المكايل المستخدمة في المنزل دلون الأكواب حسب المكيال المطلوب في هذا النشاط أبناء الطلاب كما ذكرنا يقوم الطالب بأخذ كمية من الماء ومن ثم يقوم بوضعها في الأكواب ويتعرف على الكمية المطلوبة منه إذن في هذا النشاط يقوم الطالب باستخدام ثلاثة أكواب ويتعرف على الكميات المطلوبة الذين هنا حسب المكيال عندما يطلب منه مكيال كامل إذن لون الأكواب حسب المكيال المطلوب لدينا هنا كوب كامل نصف كوب وربع كوب إذن كما تشاهدون هنا كوب كامل نقوم بملء هذا الكوب بالماء يقوم الطالب بملء الكوب بالماء إذن يقوم الطالب بملء الكوب كاملا بالماء إذن هذا النشاط يقوم به الطالب في المنزل يقوم بملء الكوب بالماء إذن هذه الكمية كاملة كوب كامل وهنا نصف كوب أو نصف الكمية والصورة الأخيرة ربع الكوب عندما يطلب منه ربع الكوب فإن الطالب يقوم بجلب ربع كوب من الماء أو المادة المطلوبة منه إذن ابناء الطلاب هذا هو حل النشاط الرابع كما كان يقوم الطالب بعمل هذا النشاط في المنزل والتعرف على الكميات المطلوبة والمقادير بعمل هذا النشاط في المنزل بمساعدة أحد أفراد الأسرة أو الوالدين وفي الختام أشكركم ابناء الطلاب على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته